كيف تتعامل مع ضغوطات وتحديات الحياة؟ يجب أن يتأقلم مع الحياة، يجب أن يواجه أي ظرفه بالصبر، يرى ما يناسبه يجب أن يقوم بخطط ويجب أن يبرمج كل شيء، ويجب أن يتأقلم أي ظرف يحاول أن يكون محاولاً أنا أرسم، أدخل، أغني أحيانا، ألعب برياضة، لكي أمتعلم بصبر، بصبر، الحمد لله، وحاول أن نرى ما هي الشغلات الحلوة بحياتنا حاول أن أعمل شغلات تخفف عني أنه ظلمت فائلة، ما أنهار، حتى أساعد غيري، حتى أعطي الأمل لغيري، وقدم أدماء فيني الضغط يأتي من شي مشكلة، هو بالعادة، فأنت تظهر ما هي المشكلة، وتفكري فيها، وتحليها، أم لا يكون هناك ضغط أو أنه تنشي الضغط، أنا هكذا أعمل، أن المشاكل لا أفكر فيها بالصبر، بده يصبر الواحد ويطول باله، ويكون حكيم شوي بكل موقف معين يمكن الواحد لازم نأخذها بطريقة سهلة شوي يحاول أنه ما يفكر فيها سلبية كتير، يقول أنه ممكن يكون في شيء إيجابي فيها للأشياء السلبية، تعلمه الشغلات إيجابية بس واحد يحقه قدامه هدف معين بحياته، يمشي عليه، يحس أنه كل شيء يصبح حوالي هو شيء سانوي للهدف الأساس، فبيتجاوزه يعني العميدروس بس يركز أداء رأسه على الدراسة، وبينسى موضوع الكهرباء والمي والأصص هاي اشتركوا في القناة